تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا لحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي مشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب بيك في رحلة جميلة جداً أتمنى أنك تكون بتستمتع فيها معانا وإحنا بنسمع وبنفهم بنقرأ ونتأمل بنستوعب الحق الذي أعلنه لنا المسيح جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق مش لمجرد نسمعه لنعرفه مش لمجرد نكتبه ونمتحنه وناخد درجات لكن نعيشه نعيشه نحياه نكونه أن نكون مشابهين صورة ابنه أن يكون هو بكراً بين إخوة كثيرين دي سعبته الحقيقية أن يبص علينا كده يلاقينا زيه يلاقي بصمته الطبعة فينا الطريقة اللي بنفكر بيها الطريقة اللي بنختار بيها ده وفعنا اللي جوانا تشبهه تشبهه لو المسيح عجبك بصحيح لو المسيح بتحبه بصحيح لو شخص ده أنت شايفه جميل جداً هو بيقول لك أنا هايزك تبقى زيه وسيب لي أنا المهمة دي سيب لي أنا المهمة دي بس تستسلم لإيدي استسلم لإيد الفخاري اقبل أن العجينة دي عجنها والناشف منها أديشه سيبني أعملك إناء كما يحسن في عيني دي رحلة هذه المدرسة مش مجرد الحلقات دي المدرسة دي زي ما اتفقنا 24 ساعة في اليوم فاكرين في بداية الدراسة بتاعتنا دي مش ساعات بقضيها ده مش كورس بحضره لكن الرحلة دي أنا بمشي ورا المسيح كل اليوم بتاعي دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أقتفي إسرى خطواتيه إحنا هنا بناخد علامات على الطريق بناخد مفاتيح للمعرفة بندوق طعم وحلاوة الحق الذي علمنا المسيح إياه الحلقة دي أتمنى تكون نهاية مشوار في دراستنا لما نسميه السراع الروحي الحرب الروحية الـ spiritual warfare بنسمع عنها في كتب كثيرة جدا المعركة الروحية بيننا وبين عدو الخير إبليس الشيطان الحية القديمة التنين العظيم كتب لنا النصر أعطينا الغلبة في المسيح يسوع وكل أسف ده مش اختبار ناس كثير من المؤمنين لأننا قررنا نمشي بيدماغنا نتجهله وهم يتجهل ناس نخفل عنه وهم مخفلش عنك نحارب بخدراتنا وأنت مش قده تستخدم أسلحة جسدية ما تنفعش في المعركة دي مظبوط؟ لكن زي ما بيقول الكتاب مش حيطمع فينا لأنه نجهل أفكار هخلي بالي هستيقظ أن أنا بعيش في المعركة هتقوى في الرب وبشدة قواتي هلبس سلاح الله الكامل اللي ختمناه الحلقة الماضية وحن متكلم عن سلاح الصلاة ده السلاح المرعب اللي بيخاف منه إبليس مستعد يسمح لك تعمل حاجات كتيرة أوي 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 مش عكسك فيها وروح كنيسة وطلع قواءة وخدم يعني ما عندهش مانا بس تصلي لا تحط إيدك فيد ربنا كده وتجيب له ربنا لا لأنه ما مش قده الصلاة بتجيب ربنا إلى منطقة المعركة مش كده مش دي الحاجة اللي هو حيسيبك تعملها بسهولة حينعسك ويقرفك ويزهقك ويطفشك ويقولك ما شاء حيقول البدع لأنه عارف إنك لو نزلت على ركبك وتعلمت تصلي ما عندوش فرصة ما عندوش إيه؟ ما عندوش فرصة اسمحوا لي قبل ما أفتح باب للأسئلة بالذات في الموضوعين الأخرانيين اللي ما كانش عندوك فرصة كبيرة للأسئلة وأنا كروتوك وأشكر ربنا إن أنا أخذ خاتمة صغيرة جدا للأسلحة الروحية دي ننهي بها الفصل الثاني معرفة إبليس النصرة وبعدين هنبتدي الحلقة الجاية الفصل الثالث اللي ربنا يستر يعني خلينا عنوانه اسمه ربنا يستر سكن الشيطان والأعمال والسحر والأحجبة والمش عارف إيه والقطر والجان والتوابع والمنجمين وقرية الفنجان وقرية الكف وكل الهلمة اللي إحنا بنتعامل معها وبنسمع عنها كل يوم بس خلوني أعمل خاتمة وبعدين أسيب أسئلة والحلقة الجاية هنبتدي الرحلة دي في نفس تبع نفس الباب الحرب الروحية أو الصراع الروحي ملحوظة أخيرة بقول عليها من أهم أسرار النصرة والغلبة على عدو الخير كلمات قالها يحنى في سفر رؤية يحنى اللهوت قلنا هم غلبوا بدم الخروف فاكرين قلناها دي قلنا هم غلبوا بكلمة شهاداتهم قلناها دي وسبنا واحدة كده صح وحتى ناس وقفت عندها وقالت تقصد إيه ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ولم يحبوا حياتهم حتى الموت آية زيها كتابها بوليس إحنا دايما لازم نلاقي نفس الحاجة مكتوبة كتير صح بتلاونية انت ما خلصك فيها يا السيس أنا مش باهرة كل آيات انت حتلاقي في المذاكرة آيات أكتر ولو رحت للدكشن رح تلاقي آيات أكتر 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 أنا باخد على قد الحلقة بس عايز أأكد لك إن عشان أقول إن ده حق لازم ألاقيه كتير لازم ألاقيه كتير بوليس بيقول إيه عمال 21-24 لست أحتاسي بولي شيء ولا نفسي تمين عندي كده فهمنا المعنى لست أحتاسي بولي شيء أنا ميتفيرش حاجة معايا ولا أنا ولا نفسي سمين عين ما لإيه اللي يهمك؟ إيه الحاجة الغالية؟ أن أتمم بفرح سعية إني أكمل المشوار بتاعي معاي ريس أخلص السبق بتاعي سعية أتمم بفرح سعية والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع وقلنا في ناس كدي مش عايزة تاخد خدمة لأنها مش عايزة إيه؟ مش عايزة السكة دي أتمم بفرح سعية والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله إنجيل السلام على فكرة في ارتباط احنا ما قلنوش في إنجيل السلام أجمل قدمي المبشرين المبشرين بالخيرات المبشرين بالسلام فكان في ارتباط في العهد القديم بالحكاية دي بأرجل المبشرين المبشرين بالخيرات كان في عادة عند بعض الآباء لما ابنه يطلع مرسل اشتري له جزمة اللي هو حزينة أرجلكم باستعداد جزمة جديدة ما أجمل قدمي المبشرين بالسلام المبشرين بالخير لأتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله الأخبار الصارة إنجيل السلام إنجيل المصالحة إنجيل الغفران ببشارة نعمة الله تغلبوا إزاي البني آدم بها يعمل في إيبليس ده يعمل في إيبليس ده يعمل في إيبليس ده ولم يحبوا حياتهم حتى الموت حياتي مش غالية عندي أنا مش بحب حياتي أنا بحب الناس أنا بحب الناس أنا نفسي مش سمينة عندي أنا الناس سمينة عندي أنا مش بحب حياتي لأن حياتي الحقيقة هناك أنا بحب ربنا وعايز أقردته في حياة الناس لأتمم بفرح نسعي الخدمة التي أخذتها من رب يسوع تغلبوا إزاي ده تمسكوا منين تزلوا منين تكسروا منين ده تهددوا بإيه همويتك إحنا بندي الإبليس سلطان علينا لما بنحب حياتنا لما بنخاف على روحنا فيخوفنا لما الأولياتنا بتبقى غلط لو الأولوية صح بحب ربنا وحب الناس وبعين هنا في الكامس اللي بنعملها في المعسكرات الرياضية حطين شعار صعب قوي I am third أنا رقم ثلاثة فالناس تسأل إزاي رقم ثلاثة يعني إنت يعني ابن الثالث لا 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 ابني البكري كاتب I am third إزاي إنت رقم ثلاثة ربنا أولا الآخر ثانيا أنا رقم ثلاثة ياه لو كنيسة ده شعارها بصحيح إحنا قلبناها بقنا أنا أولا قابل ربنا أنا برحل ربنا عشاني أنا عايز ربنا عشاني فهل عشان يغفر خطياتي ويخلي بالي ويجاوزني ويخلفني ويباركني ويحافظ علي وينجيني ويديني السماء كمان وهناك يخلي باله مني قوي فأنا أولا ربنا ثانيا الناس ثلاثا الترتيبة دي إبليس يلعب بيك كرة شراب يلعب بيك كرة شراب هم غلبوه لأن هو معرفش يمسكهم منين هم اضغطوا بدم الحمل فاملوش سلطان عليهم هم فضحوه بكلمة شهادتهم هم مخفوش على حياتهم حياتهم ما كانت غالية عليهم كان ربنا أغلى والناس أغلى الناس أغلى سامح لو اديتك الوف الناس تعرفني والتمن حياتك تضيع توافق ترضى لو النهضة العظيمة دي تكلفتك حياتك ترضى وتمم بفرح سعيد أمين يا ريت يا ريت ده يوم المنى ده يوم المنى تغلبوا منين ده تكسروا ازاي ده أنا واضح خليني أشبك اللي احنا قلناه دوت في بعضه جدوى الجميل قوي 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 بصوا الثلاثة الفؤانين دول منطقة الحق درع البر إنجيل السلام بصوا السامي رايح ازاي نظبوط أنا أعرف الحق أنا أعيش الحق أنا أنادي بالحق الحق بيأتي منين بيأتي من كلمة الله صيف الروح الذي هو كلمة الله مش كده فأنا أعرف الحق من كلمة الله شايفينها اللي تحت إنجيل السلام وبكلمة الله بعمل إيه بقو نادي بإيه بإنجيل السلام مظبوط الحق معرفتي عن الله ومعرفتي عن معود الله هو اللي بيبني الإيمان اللي فيه مظبوط فالعلاقة ما بين الحق والإيمان علاقة مباشرة والإيمان دوت بيخليني أنادي بإنجيل السلام آمنت لذلك تكلمت آمنت لذلك تكلمت الإيمان ده بيخليني أصلي ثقة من يؤمن به في الأعمال التي أنا أعمالها أعماله ويعمل أعظم منها لأن ماضي الأب ومهما سألتم باسم في ذلك أفعله مصدق ربنا هعمل أعمال شهادتهم خط واحد الحق والإيمان ودم الحمل خط واحد الحق بيولد الإيمان والإيمان بيزود معرفة الحق والإيمان بدم الحمل مصدق أن دم الحمل يحميني يسطرني فغلبوه بدم الحمل والبيز بتاع الحت دي كلها ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فالناس صدقتهم لما أكون بحبكم استعدت أموت عشان أنت تعيش هتصدقني مش كما لما أكون ما أضحب حياتي عشان أنت يقول لك مش هقتلك عشان تقتنع باللي أنا بقول عليه هتسمع كلام ولا موتك ولا أنا مستعدة ضاحب نفسي عشان أنت تعرف الحقيقة هتصدقني 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 هتسمعني هتقبل مني لأن أنا مش عايزك تؤمن عشان أنا أتعظم عشان أنا زيد عشان أنا تشهر أنا عايزك تعرف ربنا عشانك إحنا بعضنا بنصلي لعيالنا عشان دول عيالنا عايز عيالنا يعرفوا ربنا عايز عيلتي تبقى مؤمنة مش بصليلهم عشان هما باني قدمين عشان ربنا يفرح بيهم بصليلهم عشاني مش بصليلهم عشانهم إحنا مرات بنخدم عشان إحنا نسمر مش عشان الناس الناس بتعرفوا أنت بتعمل معي ده عشان تبقى أنت كويس أنت بتعمل كده بتقدم واجب أنت عايز تربحني ربنا عشان يبقى عندك رصيد بيبقى أنا أوه 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 أوي أنا اللي بعمله ده بعمله لي ولا بعمله لي لم يحبوا حياتهم كحتى الموت فباين جدا أنا بعمل كده لي ليك ليك مش لي مش لي أنا بصحيح بحبك مش لي دي المنظومة اللي اتكلمنا عنها بصوا المربعات دخلة في بعضها ازاي كل واحدة متشابكة مع التانية متربطة مع التانية بتعزف مقطوعة موسيقية وحدة ما تعرفش تاخد حتة منها والباقي يكمل ما تعرفش ما تعرفش بتاخد حتة منها والباقي يكمل لم يحبوا حياتهم حتى الموت هي رجاء الخلاص مش كده أنا مش خايف من الموت ليش تعاني أنطلق وأكون مع المسيح واللي وديني هناك بعمل فيها أكبر جميلة فأنا مش مش دي قضيتي الحقائق الحقائق ركبة في بعضها قطعة من البازلز تقدر تحطها كده ترسم رسمة في الآخر على بعضها خد أي حتة منها الصورة يحصل الله إيه تتخرم تتخرم إحنا دايماً عايزين نختزل المعادلة الإلهية عايزين نختصرها نقدر نستغنى عن إيه أول سؤال مش إزاي I go by the book مش إزاي أعمل الصح نقدر نختزل إيه وإنت بتذاكر كده عشان خاطر الامتحانات بتوع تقول إيه الفصل اللي ما رجزكروش اللي فمكن ما يجيش فيه الامتحان في ناس أشطر بقى بدل ما تفاوت فصل فصلين من الاثناشر هم تنشن على اتنين وأحياناً يجي الامتحان وينجح ويطلع مبسوط بنفسه جداً 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 تخيل اللي أنا زكرت ولا جابي شوف ربنا إنت نجحت بس اتعلمت إيه ولا لعنة احنا شعب يموت في الفهلوة صح؟ يحبها والمشكلة إن بنخش ملكوت السماوات وعايزين برضو إيه؟ قول لي أسيس أهم واحدة خدها وخلق اللي فيهم قول لي واحدة منهم سلاح الله أسئلة في حد ما عندوش سؤال عشان هذا طيب نبتدي من فادي عشان إحنا حبسين دمه بقالنا مدفة اتفضل هو يعني عمالين نسمع كسلاح بس يعني السلام سلام 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 وانا مصدق إن هو وصل لها السلام بس في حاجة يمكن ترغبط أيوة في اللقاء اتنين وعشرين أيوة فقال لهم اتنين وعشرين ستة وعشرين ستة وثلاثين من ليس له سيف فليشتري أيوة من ليس له فليبع ثوبه ويشتري يعني يبيع ثوبه ويشتري سيفا أيوة يبيع ثوبه ويشتري سيفا لا كمل عشان أجاوضها لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحسى مع أسمه كميلها الشرح جاي لغاية دلوقتي مش هتفهم حاجة كميلها قالوا له هو ذا سيفان لأنما هو فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان فقال لهم هدا يكفي دي الإجابة لو جدع تفهمها منا مش جدع دي الإجابة فقال لهم يكفي صح كده آه إيه ده إيه بقى ده يكفي اللي هيحصل في بوستان جاستماني آنيو لا أيوة إيه إيه حاجة زي كده أشرحها لكم أشرح هتا جميلة قوي 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 المسيح بيقول لهم اللي مكتوب فيه هيحصل أنا حيلقى القبضة علي جاءت الساعة خلاص أنا كان ألقي القبضة عليه بعد ومعركة وجيوش جاية وجحافل وبعصي وبسيوف فهميني كده ففي موقعة جاية فاللي عنده سوب يبيعوا يشيري إيه سيف إحنا خلينا على معركة نزبوط فقال لهم عندنا سيفين معنا إحنا جاهزين للمعركة فقال لهم أنتوا ما فهمتوش أنا بقول إيه إناف 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 أنتوا ما فهمتوش you don't understand لا لا هذا مش أنتكلم أنتوا فهمين غلط أنتوا فكريني باتكلم حرفي أنتوا فكريني باتكلم حرفي دعونا نشتري سيوف ونحارب مش كده لأن على طول بعدها على طول بعدها رفع بطر السيفة هو وقطع عبد الرئيس الكانب قال له رجع سيفك إلى غمده هلأ أخذ بالسيف بالسيف أخذ وشفها أذن الراجل دوت لما المسيح قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا برضو فيه ناس بتاخد الكلام ده قريب وبتقول علينا ما جئت لألقي سلاما إلا أن يقوم الأب على ابنه والكن على حماتها بيكلم عن إيه بيكلم أنه المجتمع هذا اليهودي اللي لا يؤمن بي لما حد هيؤمن أهلوا هياملوا في إيه حيقوموا عليه مين اللي حيقوم عليين اللي مؤمن حيقوم على غير المؤمن ويكفر ويقتله لا ده غير المؤمن حيقوم على الابن المؤمن ويقتله وكل من يقتلكم يظن أنه هيقدم خدمة لله بالزبط كده مش أنا لما أؤمن حقته الأهلي ده أنا لما أؤمن مين اللي حقتلني أهلي أهلي لأن أنا لما أؤمن أبقى بحب حتى أعدائي هم حيرفضوني فهو من المنطلق ده بيقول أنا جاي أصنع سلام بينك وبين الله السلام اللي بينك وبين الله ده هاخلق عداوة جوه الأسرة لأن الإبن حيؤمن والأب لا الأب حيؤمن والإبن لا إحنا عندنا قصص معصرة عن أمهات قتلت بناتها بأيديها لما بناتها أمنوا بالمسيح ده من كم شهر ده اللي كتبوا المسيح فهو بيتكلم كده فهم افتكروا أنهم حيخشوا معركة قالوا هنا سايفين فقال لهم انف 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 هذا يكفي الكلام أنتوا ما فهمتوش أنا بتكلم عن إيه مش هنتكلم في الموضوع ده فعلمين يا عزي قول إيه فهذا يكفي هنا مش كفاية سفين يقوم بالدور يقوم بالشغلانة لا يكفي الحديث في هذا الموضوع لم تفهموا قصدي أنا بتكلم عن معركة جاية إيه وهو ورهم له كده فقال له انت مفهمتنيش هذا يكفي خلال مش هنتكلم في الموضوع دوت فبطرس ما فهمش ما فهمش فعمل إيه فاستخدمه فالمسيح قال له اوعى انت مفهمتش أنا بقول إيه أنا انت مفهمتش أنا بقول إيه فهميني بقول إيه اللي يوضح معنى الحديث وهذا يكفي معناه السفين يكفي ولا الكلام انتو مش فهمينه كفاية كلام في الموضوع ده اللي عمله المسيح لما بترس عمل إيه عشان كده بنقول وانا بفسر الكتاب لازم أخد الكلام في القرينة بتاعته هو حصل إيه هو المسيح عمل إيه يفسر اللي هو قاله اللي بيفسر الكلام العمل شكرا لو هو ساعتها ساعت قال لهم اضرابوا يا أولاد اضرابوا يا أولاد يبقى كان قصده فعلا بيعوا هدومكم واشتروا سيوف وهلوم ما إلى الحرب مظبوط وبعد قال له أنا هو أنا مقدرش أطلب من أبي إثني عشر جيش اللي ما نلاقيك هو أنا مقدرش هو المحتاج أنت تدافع عني أنت تدافع عني يا بترس ربنا عايزنا ندافع عنه بالسيف يا نهراب يد هو إله ضعيف كده قال مين بقول إيه أنا أشكرك عشان السؤال ده تفضل طبعا هزا يكفي مدياني برضو طبعا هم ما ينفعش عدد اتنين لاتناشر أكيد أه بس ممكن يتسئل تاني يعني إيه بيع توبك عشان تشتري يعني ليه توبك هبيعه عشان نشتري سيف يعني يعني ده اللي بيقوله ده اللي للناس بتفكر فيه هندخلين معركة هنعمل إيه هنبيع هدومنا يعني ده إحنا دخلين معركة حقيقة وفيه سيوف جاينا وعصري والآخر قال له انت مش فاهمني أنا بقول ايه انت مش هم بتكلم عن ايه شكرا طبعلي هو أنا عندي اعتراض مش سؤال اه اعتراضي انا دورك شكلي طالع دور المعترض بس مش عارفة ليه مطلوب جدا اضافة جميلة في حتة الصلاة حددك حسستني كأن فيه صلاة عظيمة وصلاة مش مهمة عند ربنا وكأنه أنا لما أقول لربنا أنا النهاردة تعبانة من ان أنا عايزة تجوز ورميت الموضوع لربنا يعني أنا عندي عندي انه ربنا اللي يهمه في الصلاة مش أنا مش أنا جاية أقول له ايه ولا نوع الكلام والروح بيصلي فيه أنا مش معترضة على انه ده حقيقي جدا وصح جدا لحدك قلته بس فيه وجه آخر أنا بحس بيه في علاقتي مع ربنا اني لو جيت قلت لربنا طول اليوم حاجات هيفة أو كبيرة أو صغيرة طالما أنا عايزة أقول هالو كفاية قوي إن أنا جيت له وبقول هالو فأنا حسة إنه الصلاة مش يعني مفيش صلاة عظيمة وصلاة صغيرة وصلاة وحشة وصلاة حلوة وصلاة فسفس وصلاة وأنا طول النهار مشغول بنفسي أنا حسيت يعني لما أروح لربنا أطلب لنفسي أنا أحس بالذنب كده فأنا شوية يعني مش عارفة مش الاعتراض اللي عندي إنه يعني هو ربنا غيرنا فهو شيء يعني أنا لما طفل وأروح لبابا الطفل أبو بيحب يسمع صوته في أي حاجة أنا عايز بلونة أنا عايز بزازة أنا عايز كتابة ذاكر أنا بحب إخواتي وهتلهم حاجة فصلاة عظيمة قوي إحنا أنا حسة إنه لما أصلي أنا أصلي لأجل الكنيسة وأجل الناس تربح المسيح أنا ما عنديش اعتراض خالص لكن احتمال ده حاجة قلت إن الصالة عضلات وبتتدرب ممكن مرة بقى مشغولة بالناس وأوقات كتير فيه بقى مشغولة بنفسي بس ده مش بيزعل ربنا خالص فأنا ده جالي إمبريشن بس وبيعياته عليا بيبكي عليا مش زعلانا راجل فمش حاسة إنه ربنا بيحس إنه دي إنتي كده مش صالح مش حاسة ربنا بيزعل مني إنتي محضرتيش معانا الخلوة الشخصية ودراست الصلاة إحنا شرحنا ده باستفادة شديدة جدا بيبي صغير حيروح لبابا دايما عشان خاطر أو حيعيط لما يجوع أو لما يعمل على روحه صح كده فدايما طلباته ليه فدايما بيدور في دائرة السؤال والسؤال لغير الله فإسأله وتعطو أي ابن منكم أي أب منكم إذا سأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا وإذا سأله بيضا أيعطيه حيا فطبيعي إن الطفل بيجي يسأل لنفسه كبر وبقى شاب وكل طلباته لروحه لنفسه عايز أكل عايز أغير عايز أكل عايز أغير عايز أكل عايز أغير الأب بيحس بإيه بالحسرة بالحسرة يحس بالإيه هو مش زعلان منه هو زعلان إيه عليه الود متخلف عقليا صح؟ كبر وعايل زويل متخلف فهو حيزعله حيعيط بس مش منه حيزعل إيه؟ عليه ده اللي المسيح بيشرحه بيقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون بما تلبسون ليه؟ لأن الحاجات دي مش مهمة الحاجات دي مهمة لأن أبوك السماوي يعلم أنكم تحتاجون إليها سبوها عليه أنت لما تطلب تطلب إيه؟ ملكوت الله وبره والحاجات دي اللي أنت ما طلبتهاش يحس الله إيه؟ تزاد على البيعة وأنا صغير عايز أكل عايز أشرب وعايز ألبس وعايز أغير لأنني عايل صغير مش فاهم أكتر من كده كبرت حطلب ربنا حطلب لربنا فاكرين نسأله طلبه وقرعه بطلب منه بطلبه هو بطلب ليه لما بكبر بطلبه هو وبطلب ليه لأني عارف إن احتياجاتي دي مسؤوليته طلبتها هاخدها ما طلبتهاش هعمل إيه؟ هاخدها طب ليه ما ركزش عليها وطلبها لأني لو ابتدت بيها ما بطلعش منها أقول تاني لو ابتدت بيها مش هطلع منها لأني عندي كم احتياج؟ مليون كم تفصيلة صغيرة؟ دي شليون فما بطلعش منها فبكبر بكبر 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 في السن وعمل عايز البزازة والمصاصة والعجلة فبعايت علي وطح اللي أنا عايز أقوله مش غلط أن يطلبها بس يا حبيبي أنا بقولك دي حاجات مش محتاج تطلبها دي مسؤوليتي سب علي ونساها سب علي وإيه؟ نساها جاوزني يا رب جاوزني يا رب جاوزني بقى متجاوزني مش معقول جاوزني بقى جاوزني 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 يعيط علي صحيح يعيط علي اللي مع الطلق أنك تتجاوز أنك أنت مركز على الإيه؟ عالجواز فاهماني؟ لو أنا بنت منشغولة جدا جاوزني 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 وفيه شاب فكر فيي وبص من بعيد لقاني جاوزني جاوزني يا رب يتخض مني أكيد مش هتجاوزني يعمل فيها معروف ويستجيب لربنا وإيه أختيها سواب انشغالي بنفسي بيعطلني بيعطلني مش بيعطل ربنا بس بيعطلني أكبر وندج بيعطل العلاقة أني أستمتع بربنا لأن ربنا بالنسبة لي بقى سوبر ماركت بلم فيه الحاجات اللي أنا محتاج لها عشان خطرة أكمل الأسبوع مش شخص بحبه بيعطل معاه فما بسمعوش لأنه جاي بقائمة من الطلبات فمش بمارس الشركة والصلاة اللي بنتكلم عنها تبدأ بعطيكت كام سؤال جواب بعض بصف موضوع واحد مش لأخبطك قوي يأخبطك سنة صغيرة بسم سنة يأخبطك يتعلق بحكاية إنجلي مسيح إنجلي السلام سرين أول سؤال لو في واحد عايش في بلد عربية أو ربية أو حتى في منطقة في مصر بس وهو عايش لوحده حتة أنه يعيش بإنجلي السلام هل هو هل هو يستنى حد ييجي معاه عشان يعيش معاه إنجلي السلام وبتدي ينزل وتكلم ويبشر ولهو ينفع يعمل كده الواحده ولهو قدر يعمل كده فيقدر يجيب الناس فالناس دي يبتدوا ينزلوا يبشروا مع بعض دي نقطة تاني نقطة في حلم كبير كده عند ربنا أنه تنتلأ أرض معرفة مجد الرب وفي تساؤل دايما هل الحكاية دي بتبتدي بالفرض ولا بتبتدي بالجماعة يعني هل واحد لو عنده حتة دي وعايز ينزل يبشر ونازل يحارب بهذا السلاح اللي هو الإنجليز السلام هل يعمل كده واحده ولا لازم يجمع جماعة ولا لازم يزلوا مع بعض ده زي السؤال أولاني والسؤال بقى الثالث أيوة إن شاء الله يطلع زي السؤال أولاني يبقى تلخبط ناقش يبقى أنا المتلخبط نعمل إيه مع القادة الروحيين ومش عايز أقول بعض الأسس أو هقول الأسس المنغلقين الزهن المنغلقين الزهن اللي لما بتيجي مثلا في الكناس المحلية أو في المجتمعات الصغيرة لما بتيجي الناس أو الشباب يتحركوا حركة فيها خدمة أو كرازة أو يعني يطفوهم ويفطسوهم يعني لأنه حاسين أن هم لازم يعملوا حركة دي أو هم لازم يبقوا موجودين في الصورة لا لا لازم يفطسوهم ليه عشان مش هم اللي بيقودوا الحركة عشان هم مش بيقودوا حركة حركة دي خارجة من الشباب والشباب مش مهم يبقوا موجودين فهما لا عايزين يبقوا موجودين في الصورة فبيفطسوا حركة الشباب فالعمل ما بيتمش أو الخدمة ما بيتمش والشباب بيسيب الأماكن وبيمشي طيب بيجاوب على السؤال الأول والتاني اللي شبهوا بعض في سلطان الله ومسؤولية الإنسان قلنا الله بيتعامل معنا كفرد وجماعة فربنا مش بيسئل بالفرد لكن ربنا عايز دايما دائرة الفرد تتحول إلى جماعة مش كده ليس جيدين أن يكون آدم وحده الفرد بيكون أسرة الأسرة بتكون مجتمع مظبوط فدي الخطة الطبيعية لربنا عملها في ناس مدعوين للحياة اللي بدون زواج دي دعوة خاصة يوجد ناس خاصوا أنفسهم ويوجد ناس خاصاهم الله ويوجد ناس ولدوا هكذا من بيطون أم هاتف فالدعوة الخاصة أني أكون لوحدي حتى أنا بكلم عن الحياة الاجتماعية في العالم الروحي ربنا بتعاملها كفرد دايما فرد لما بقبله بقبله فرد ولا نقبله جماعا فرد أنا النهاردة موجود في حتة مفيش غيري بيحب ربنا وعايش لربنا أقول له روحي لن أنادي بالإنجيل لغاية لما يبقى فيه جماعة معقول؟ عندي دور شخصي فبقوم بالدور الشخصي فربنا يستخدمني إن شاء الله وأربح على الواحد ربحت واحد بقينا إيه؟ بقينا جماعة لما ربنا كان بيرسل بيرسل إيه؟ اتنين اتنين فلازم الفرد يتحول إلى جماعة كنيسة ولو كنيسة صغيرة الكنيسة تبدأ من اتنين إن اجتمع اتنين أو تلاتة تلاتة هناك أكون اتستشورش كنيسة وكنيسة من غير مبنى الكنيسة التي فيه بيتك بيتك الصيني بتكلم عنها أغلب الكنيس ديت في بيوت دلوقتي الحرية بتادت تزييد وبقى فيه كنايس كبيرة فوق سطح الأرض فيها خمس تلاف وعشر تلاف عضو ما كانش فيه زمان الكلام ده بس ده تحت ضغط النهضة وتحت ضغط الانفتاح وده تضغط النجاح الاقتصادي الحكومة عملة تسمح أكتر وبتدت تشوف أن الإيمان بالمسيح عمل تطور إيجابي في المجتمع لأنها مسيحية حقيقية مش مسيحية مزيفة لأن مسيحية تحت الاضطهاد مش مسيحية تنادي بالبروسباريتي فعملة تطور في المجتمع عملة تنقية للمجتمع عملة تحضر للمجتمع عملة بيوريتي نقاء في الدوافع فهماني؟ لأن مؤمنين إيه بقى زي اللي بيقوله الكتاب فرز أول مؤمنين حقيقي فأنا الوحدي أستنى لا مش أستنى أنا واحد حشهد ربنا حستنى أستطب الصنارة لأنه ما عندي الشبكة صح؟ لما نبقى اتنين نرمي صنارتنا حدا لاتنين بعد شوية هنقدر نستطب شبكة لأنه بقى إيه؟ مجموعة فلازم الفرد يتحول إلى مجموعة لازم يققى فيه كنيسة عشان أثر في منطقة عايز كنيسة والكنيسة جماعة جماعة دي عددها كم؟ مش مهم يعني أنا مليش أي حجة يعني إلو عايش لو أحدي في حد بلد لا مليش أي حجة لا 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 مليش أي حجة مليش أي حجة التانت بقى الأول والتاني مع بعض أعمل إيه؟ في القادة اللي أنت بتكلم عنه أصليلهم وأحبهم وأخضع لهم مش أسور عليهم أخضع لهم آه آه يسأل ممنوع الخدمة حاضر إحنا ونعمل إيه؟ مسحوا الأرض نمسح الأرض تحضروا الوعظ لما وعد عاد نحضر الوعظ ونصليله 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 ونحضر هيحصل إيه لقائد ده؟ هتفتح الدنيا حياته هتضاير السامة هتقفل؟ لا مش هتقفل الحب الصلاة الخضوع بيبركني بينضجني بيبنيني وبيغير حياة النسل حولي الثورة التمرد أني أكثر السكة وروح قلب القائد وروح مطنش القائد وروح بايع القائد وروح بايع الكبير بتاعي خربت المكان كل خربت المكان مش كده إحنا خدنا في الكنيسة إن الكنيسة مبنية على ثلاث مبادئ فاكرينها الكنيسة مبنية على ثلاث مبادئ واحد. وحدة الايه? المساواة. يا انها ربيض. الطم. وحدة المساواة. اتنين وحدة الايه? تنوء الله. الله ده حد فاكر حاجة. تلاتة وحدة الايه? خضوع. من فضلك ارجع لباب المسيح. هتلاقيني مجاوب على السؤال ده بتفاصيل شديدة جدا جدا جدا. فضل. ان انا محتاجة هترد على الكلام اللي سمعت قبل كده. لما حضريك قلت لنا عسكال المرور هيوقفك. هم? تراح فين? صح. راح مص الجديدة. يقول لك لا دلوقتي تاخد ابن خلتي وتروح شبرة. اه. مش هينفع. اه. طب حل. احنا قلنا انه ما ينفعش سيطر علي في الحياة الروحية. اه. اي حد. طبعا. طب ما قال بتاع كده بيكلبشني في الحياة الروحية. لا لا هو بيقول جوا الكنيسة دي. انا سلطته. انا بخضع له في حدود ايه? سلطته. في حياة الشخصية انا في الكلية انا في الشغل. هيمنعني اخدم. اه يعني دعوتي براية. اه طبعا. برا كنيسة وبرا خدمتك. طبعا. يعني النهاردة في بيتي. مش هعمل مسبح عائلي? هعمل. انا في شغلي. مش هشهد على المسيح? لا. انا في جامعيتي. مش هربح ناس لربنا? هو مال هو. مش باسم الكنيسة. لا. هو هو لو عارف ان ده بيحصل. هيزعل? لا مش هيزعل. مش هيزعل. لكن النهاردة انا دي الكنيسة ودي الاسيس او ده القائد. وبيقول ما تطلعوش القفلة دي. حنطلع وخبط رسك في الحيط. ربنا هيباركنا? لا طبعا. لا طبعا. كده انا. في انتاني? هنعمل المؤتمر دا. لا ما تعملوش المؤتمر دا. هنطلع المؤتمر دا. ربنا هيباركنا? لا. واضح? الخضوع طريق اطول للبركة. صح. يضمن البركة للجميع. انا فهمت كده. بكل اسف. تمن غالي. التواضع. التواضع. تمن غالي جدا. نادر الوجود. عزيزي مشاهد احبائي اشكركم على متابعاتكم لينا الرحلة دية من الحرب الروحية والصراع مع قوات الشر. اوعدكم ان الجزء الثالث يكون اكثر اصارح. واحنا بنسمع شهادات عن ناس كانوا ملبوسين بارواح شريرة. واحنا بنناقش القضية دي. هو فيه النهاردة حاجة اسمها كده. ولا دول الناس مجرد مجانين سكيزوفرينيك دابل برسوناليتي زي ما بعض اطباء النفس بيقوله. هل فيه حاجة اسمها كده? هل فيه حاجة اسمها عمل? هل فيه حاجة اسمها سحر? هل فيه? ولا مفيش تأثيرها واثرها الحرية منها? الى اخر هذا الجدال اللي موجود. اللي منه شعوزة? اللي منه حقيقة? اللي منه كتابي? اللي منه خرافة وخزعبلات. اتمنى ان الجزء الثالث من الدراسة بتاعتنا ديت. ربنا بنفسه يسطر علينا. الى ان نلتقي الحلقة قادمة. ربنا يبركك. امين. في نهاية حلقتنا عزيز المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها streaming. تقدر تلاقيها word. تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها pdf. تقدر تلاقيها powerpoint. او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها. او تكون للايبود بتاعك. او تكون للايفون بتاعك. او تكون كمان ويندو ميديا player. والسيديهات الديفيديهات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان. فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. الى ان نلتقي ربنا معك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة